ترأى سماع الشيخ فواز بن محمد الخليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة اجتماع مجلس السفراء العرب في لندن جرى ذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة وفي بداية الاجتماع هنأ أعضاء المجلس مملكة البحرين بمناسبة نجاح الدورة الثالثة وثلاثين لأعمال القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك المعظم وثمن مجلس السفراء العرب الرؤية الشاملة لجلالته وما يليه من اهتمام بالغ لدعم القضايا العربية من خلال التعاون البناء والمبادرات الفعالة والهمة المنصبة على تعميق وتنسيق العلاقات العربية الأخوية الوطيدة كما أعرب أعضاء مجلس السفراء العرب عن تقديرهم لالتزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون العربي ودورها الفاعل في تحقيق أهداف القمة وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة ترجمة نانسي قنقر